مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم ماد ان دارنا ودائما مع تزيين مائدة رمضان اذا ما نفعل اليوم؟ اليوم اجبت لكم حاجة في السمبل وحاجة في السهل يعني واحدة ما تقول انا ما نرشن ديكوري عندنا 1 تاس تعلاتي سمبل شريتها وشيتها بلا لسو تاس تحتها وعندي مرآة صغيرة فيها 10 او 12 سنتيم سوى مرآة صغيرة او سوداء سنتعملها هي السوتة لا نستطيع ان تقوم بها عقاش فيها كما تقدروا تشروع عقاش هكذا اي لون انا اليوم اخترت الاخضر على حساب ديكوري تحديت على البلاتو يعني تقدروا اي لون ودو بخيرانس تشروعها جمليحة كريستال وش رح ندر؟ نحتاج البيستولي نحتاج ملقط كيف نرفض به العقاش سوى نرفض به او بالملقط كيف كيف نبدأ نزين هذه القطعة الدائرية كيف نضيفها كيف نضيفها كيف نضيفها كيف نفعل؟ نحكم بالملقط العقاشة نضيفها قليلا نضيفها نضيفها مثلا هنا يلا هنا نضيفها نضيفها الدائرة نضيفها نضيفها تقدر الاسقة نضيفها نضيفها نحكم عقشة أخرى نروح منتصف هنا هي مثلا هنا نحكم واحدة أخرى قلت لكم تقدروا تستعملوا حتى أيديكم يعني ولا قدامها هاي لك نروح قلت لك شغلتها على ساعة 12-3-6-9 نزيد زوج منا فقط باش نزينوا باش ما يكون سامبل حان نقدر نستعملوا يعني حتى لو كانوا عندي ديفاغ وكيسان تعلاتي سامبل في البيت ومحبيت نشري حبيت فقط نبدلهم الزينة نقدر سوى نبدلهم هكذا العقاش ولي تعف ترسم ما شاء الله تقدر ترسم في ديفاغ دي اولها بطل باش نبدل الزينة بالحاجة اللي عندي يعني حاجة عندي في البيت نقدر نزينها كذلك وهذه الحاجة تنطبق ماما على الفناجة لتعلى القهوة ولا شي فقط على تعلاتي هذه الطريقة هنا حمي هنا ولا عندي هذا الشكل نقدر ندور عليه كاي العقاشة اختياري نقدر ندور عليه العقاشة انا فضلت انه ندير هكذا اللسقة بالعقل كي تنشفت قدروا تنحو الخيوطة نحو نحكم الكاس ديالي أو سامبل كيف كيف ما نشحي كتر له بزاف العقاش وش هندير هندير خطرة على اللسقة قلت لكم اخطر اخلا تحبو تبذلو لديكور نسقها تتنحى تتنحى البيستولي تتنحى ننسي ندير الوتوغ بصحب لما ننسقهم في بعضهم ويكونوا أشواء تستعملوا الكبار من جهة والصغار من جهة دائما ننور لكم طريقة ونسهلها لكم يعني قدر الإمكان ونبعد طريقة التزيين حتكون من اختيار كل سيدة نحن فقط نقرب لكم الفكرة خصوصا انه خلال الشهر الفاضيل هذا عندنا يعني الشعار تعنا حيكون على شكل ديزاستجوس يعني أفكار أوحية لهكذا تساعد المرأة باش تزيين دارها باش بهذه الطريقة انا فضلت انه سيكون سامبل كنت قادرة نزيد عقاشة صغار هنا انا احبيت لتوغ برك دياله يكون هكذا مزيين سنقدر نقدمه سواء لي انا ولا الضيافي بلا ما نحشن به هاولك هنا نقدر نجبدو الجه باش نحط نقاتوا ولا هنا مع السل ولا مرأيت حتى تتخسلهم بعد ما فيها مشكلة وتكون حاجة راقية وجميلة ان شاء الله تكون لتأعجبكم الفكرة اليوم وش نقول لكم نشكر وكالة جست بيرفكت ديكوراسيون لزينتنا البلاتو نتلاقى ان شاء الله في الحلقة المقبلة سلام اشتركوا في القناة